النشر الرياضي من أولي قناة إخبارية في الجزائر أهلا بكم البداية بالمنتخب الوطني لكرة القدم الذي خاض صباحة اليوم ثاني حصة تدريبية في تربصه المغلق بسيدي موسى الاستعدادي لمباراة السيشر في الثالث عشر من نجوان ضمن تصفية المؤهلة لكان 2017 وشهدت الحصة حضور نفس الأسماء بعدما اقتصرت الحصة الأولى ليوم أمس على حضور 19 لعبا كانوا قد أجروا تمارين خفيفة في القاعة ثم على أرضية الميدان على أن تكون الحصة الثالثة مساء اليوم في الساعة السادسة